حينما تدمر المؤسسة العسكرية لبلد ما يصبح بيئة خصبة لنشوء الميليشيات وترارعها في ظل حالة الفوضى ولعل أكبر نكبة عرفها العراق منذ الاحتلال الأمريكي هي تفكيك الجيش وإبداله بمؤسسة عسكرية سورية هشة تتبع لأحزاب السلطة هذا المناخ العراقي العام سمح بصعود نفوذ الميليشيات التي نشأت تحت الرعاية الإيرانية والمباركة الأمريكية حتى أصبحت تمتلك قدرات اقتصادية ومارية وسياسية ولديها مصانع للسلاح والصواريخ والطائرات المسيرة وقامت بتحويل البلاد إلى ساحة خلفية للصراعات الدولية خدمة للمشروع الإيراني وأمام هذا التغول الميليشيوي في مفاصل الدولة أصبح أي خلاف واختتال بين الميليشيات يسبب هزة لكل مؤسسات الدولة وتظهر تداعيات الصراع على النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقضائية وكالة رويترس تعلق على واقع دولة الميليشيات بالقول إن الحكومة في بغداد لا يمكنها فرض سيطرتها على الميليشيات المتناحرة لأن المؤسسة العسكرية الرسمية بجيشها وشرطتها هشة ومنقسمة الولاءات بين أطراف معيدة للتيار الصدري وأخرى للإطار التنسيقي كل ذلك جاء نتيجة قتل مفهوم الوطنية وانعدام السيادة الحرة والتبعية للاحتلال الخارجي الذي لا ضمان لبقاء هيمنته على العراق إلا من خلال غياب الجيش الوطني الحقيقي وتسلط الميليشيات على المراكز الحساسة في قيادة الدولة خطورة دولة الميليشيات لا تقتصر على انعدام الأمن في البلاد وإرهاب المجتمع العراقي وإنما تتعلق بقتل كل الحلول السياسية للخلاص من المنظومة الحاكمة وهذا ما تدركه الأحزاب تماما إذ أن الأجنحة العسكرية التي تنتلكها هي عصاها الغليظة بوجه الشعب وبوجه من يعارضها وليس على مستوى العراق فقط بل حتى أمن المنطقة بكاملها متعلق بخلاص العراق من دولة الميليشيات ترجمة نانسي قنقر